قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي بعدما سمع منه حقيقة الإيمان التي أجاب عنها إجابة صادقة إجابة ليست إجابة عقل أو ذهن قد حشيت فيه هذه المعلومات لا ولكن إجابة قلب وإجابة روح قد ذاقت هذه الحقائق ذوقا فقال عليه الصلاة والسلام عرفت فلزم إذن هذه هي تعاريف هذا العلم بكل اختصار والسنة أيضا من طاف في رياضها ومن حلق في سمائها ومن دخل إلى رياضها وجد هذه الأزهار المتفتحة التي تتحدث عن تزكية النفس في كل مناسبة تحدث فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام لأصحابه فإنه يترقى بهم من رقية إلى رقية ومن درجة إلى درجة من أجل أن يكملوا ويتم لهم الكمال كما وصفهم رب العزة جل جلاله في آخر صورة الفتح حيث جمعوا بين الكمالين بين كمال القلوب وكمال القوالب لأنه عندما تكمل القلوب والأرواح فإنها تكمل الأجساد والأشباح معها فكمال الروح وكمال القلب يعطي كمال الجسم وجمال الجسم وكذلك جمال الروح يعطي جمال الجسم وكمال الجسم قال الله تعالى في وصفهم في آخر صورة الفتح محمد رسول الله المربي الكامل والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من ثل السجود ذلك مثله في التوراة هذا كمال الروح كمال الجانب الإيمان الجانب الباطن وأما كمال الجانب الشبح الجسم المطل على عالم الشهادة فقد أشارت إليه الآية الكريمة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطاه فآذره فاستغلث فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة